خارجية كل من الأردن ومصر والعراق اليوم خلال مؤتمر صحفي في بغداد إلى تهديئة التوتر في منطقة الخليج محذرين من أزمات إضافية في الشرق الأوسط وجاءت هذه التصريحات بعد لقاء ثلاثي جمع كل من الوزراء أيمن الصفدي وسامح شكري ومحمد علي الحكيم وذلك لمتابعة نتائج قمة ثلاثية عقدت في القاهرة في مارس الماضي وخلص المجتمعون إلى ضرورة خفض التصعيد عبر حوار سياسي يضمن علاقات أقليمية قائمة على احترام الآخر وحسن الجوار وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من بغداد شفيق عبدالجبار شفيق ما خلاصة هذه الاجتماعات وهل تم التوصل إلى أي اتفاقات تفصيلية أم أنها بقيت في العناوين العريضة كما حدث في اجتماع القاهرة نعم زاهر طبعا هذا الاجتماع هو مكمل للاجتماع القادة قادة الدول العراق الأردن مصر الذي تم في القاهرة في الرابع والعشرين من آذار مارس الماضي الاجتماع وزراء الخارجية العراقي محمد علي الحكيم والأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري قد تمخض على الاتفاق على التعاون العربي المشترك واستمرارية هذا التعاون خصوصا وأن هذه الدول وهاتان الدولتان الأردن والمصر قد وقعت مع العراق عدة اتفاقيات صناعية وتجارية واقتصادية مشتركة بين العراق من جهة وبين تلك يعني هاتان بين هذين البلدين من جهة أخرى أيضا تطلق المؤتمرون إلى المشاكل أو المسائل الإقليمية والدولية في المنطقة لا سيما الخلاف أو زياد حدث التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين إيران من جهة أخرى وقد أكد رئيس وزير الخارجية محمد الحكيم العراقي طبعا محمد علي الحكيم لنظرائه أن العراق متزم بالحياد الإيجابي وقد استعرضت أيضا الأطراف الأزمات في المنطقة لا سيما اليمن وسوريا وليبيا وبقية الدول العربية شفيق عبدالجبار مراسلنا من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا للمشاهدة